اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مجال التعليم مشيدا بدور مجلس الشورى في المجال التشريعي وتواصله الفعال وتعاونه المثمر مع وزارة التربية والتعليم ومثنيا على الجهود التي يبدلها معهد البحرين التنمية السياسية بقيادة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمنائه في توفير برامج التوعية السياسية وتعزيز ثقافة المواطنين في شتى المجالات من جانبها استعرضت الدكتورة الشيخة مي بن تسليمان الاعتابي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين استعرضت عددا من التجارب التي تم تطبيقها بنجاح في المدرسة والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع العملية التربوية وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود في العملية التعليمية في الواقع كانت فرصة مواتية ومناسبة للتحدث مع أعضاء السلطة التشريعية بيان دور وزارة التربية والتعليم من الجانب التشريعي والجانب القانوني في العملية التعليمية وبينا للأعضاء الحاضرين ما تقوم به وزارة التربية والتعليم سواء كان من وضع سياسات من وضع برامج من وضع لواح علاقة الوزارة بالمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص علاقة الوزارة بالمؤسسات التعليمية في القطاع الحكومي دور الوزارة في دعم هذه المؤسسات تحدثنا عن بعض النماذج الناجح على المستوى الدولي اللي نفذتها وزارة التربية والتعليم في المؤسسات التعليمية وأجبنا عن بعض الأسألة والاستفسارات نعتقد أنها كانت فرصة جدا طيبة وإن شاء الله تتكرر في المستقبل للقاء مع أعضاء السلطة التشريعية بهدف بيان الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وأيضا الأجهزة التابعة لها في خدمة العملية التعليمية نحن حريصين أن تكون هناك لقاءات مباشرة نستمع إلى السلطة التنفيذية في نفس الوقت السلطة التنفيذية تستمع إلى السلطة التشريعية إن كان هناك أي تساؤلات خلق مثل هذا الجو العام ما في شك أن يساهم في الخروج بتشريعات تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام على البلد بشكل عام سواء كان في مجالات اقتصادية سياسية واجتماعية ما في شك بأن التعليم قطاع جدا مهم مثل ما نعرف أن هناك تقريبا 50% من القوة البشرية في القطاع العام موجودة في وزارة التربية هناك أكثر من 200 مدرسة كل هذه المؤشرات تحتم علينا الاهتمام بهذا القطاع طبعا حضور سعادة الوزير كان جدا مهم ويخلق نوع من أنواع القنوات المفتوحة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية متمثلة بوزارة التربية والتعليم تكلم بإسهاب عن قواعد تطوير التعليم وإيش اللي الاستراتيجية تبنى عليها واستراتيجية وخطط التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر